كل السلام حضرك طائفة كابا كل السلام حضرك طائفة كابا تاني بنئول عيد سعيد على شعب المصر كله بالكامل والأمة الإسلامية والعربية زي ما حضرك قلت ناردة عندنا شغلة كتير فعلا للتحكيم ولكن كابا ن 으 d a y man عزو نوضح وإحنا من خلال القرناة الناتجة الاهلي هنا زي ما قلنا دايما إحنا قنعة أو الستوديو للتطوير وللتعليم ولتسكيف البعط حصلت حالة بارح ع 110 كمicting شفتها الهدف هنا القانون الموجودة كابتن أيمان نتكلم بالقانون والمادة عشرة لتحديد نتيجة المباراة بتتكلم على إمتى الكرة تعبر خط المرمى أو إمتى الكرة تحتسب هدف ده نمكن أنا جايب بالتفصيلة بتاعة القانون هنبتد بس نعرضها الأول ونشوف نمشي كده واحدة واحدة عشان دي سقافة للناس كلها إمتى الكرة تعبر وإمتى الكرة متعبرش هنا كدتن هنا في القانون شوف هنا هتلاقي في كرة خط المرمى اللي هو الموجود في كرة على الخط جزء منها داخل وجزء خارج تمام هنا بنتكلم فيه لو الكرة لم تعبر بكاملها خط المرمى يستمر وهنا بتوضح ده القانون بيكلم بيحتسب الهدف إذا تجاوزت الكرة بكامل خط المرمى بين القائمين وتحت العرضة شريطة عدم ارتكاب أي مخالفة أو انتهاك لقوانين اللعبة من كبل الفريق الذي أحرز الهدف ده القانون إذن النهاردة عندنا حاجة مهمة جدا اتحاد الدولة كابتن ويل اتحاد الأوروبي النهاردة عندهم تقنية جميلة جدا لتقنية خط المرمى اللي هي جول دي بتريح الدنيا كلها خالص لما الكرة بتعبر بيحصل إيه؟ خلاص القائمين والعرضة مجهزين الكرة مجهزة بتيجى على ساعة الحكم بتدي جرز بتدي ضوء بتدي إضاءة إن كرة تغطى إن كرة خلاص ما فيش فقط هات نتعلمنا طبعا الكلام دي يكون موجود عندنا في دول مصر دي دي تقنية خضراء قلتوا من سنتين وعندنا الحلقة بالزبط قلت بس التكلفة عالية لحد دلوقتي التكلفة عالية جدا عشان خاطر دي بتحسي ما كانتوا أيمن الأمور كلها تاني بنقول جماعة مش معنى الكرة تعدي تسعين أو خمسة عين تسعين في المائة منها ولا تسعين في المائة ولا تسعين في المائة لو ودي تتعبر بكامل خط المرمى أنا عايزة أتكلم على حالة حصلت امبارح أولا امبارح كان يوم سيء للتحكيم المصري فحق التحكيم المصري أنا مش هتكلم على المخالفات اللي حصل بس أنا هتكلم عن اللي حصل امبارح لتاقم التحكيم بالكامل داخل الملعب وخارج الملعب الحاكم الروم تيهانة للتحكيم المصري كابتن أيمان دايما نحنا بنقول لحكام اغلط مش مشكلة لان عندك المباراة فيها خطأ مفيش فيها خطأ احنا بنتكلم على الخطأ فني ولكن بنتكلم على شخصات الحكم وهبة الحكم دي خط أحمد لكابتن أيمان صحيح محبا كانت الأخطأ مهما كانت الأخطأ صحيح مهما كانت كمان الضغوط اللي عليك يعني انت حيانا الحكم مما مضغوط من الجماهير مضغوط من اللعابة بتعترض عليك كل هذا الكلام انا ليس هل هي علاقة بيها كابتن أيمان لكن انا شخصية الحكم نتكلم على طاقم التحكيم هو يمثل تحكيم المصر كله وليس يمثل نفسه يعني أنت النهاردة كل حكام مصر بتتفرج عليك حكام حتى السعادين اللي هم الصغيرين بتتفرجوا عليك ولكن لا يجب أبد أنك أنت تتهاون في حق نفسك عندنا طبعا بعض الحالات اللي حصلت المبارحة أتمنى أن هي ما تتكررش وتمنى أن يكون فيه عقوبة في هذه الحالات لأن الشكل ما كانش كويس صحيح بإذن الله نقول لها طاقم التحكيم النهاردة وطارق مجدي طارق مجدي الحكم يعني بقول طارق مجدي نهاردة إن شاء الله ربدنا سيكرم بحيب فهو حكم كويس بعض المشاط يمكن هو حقول لك على مفاجأة لما تسأله تقول له يا طارق أنت ممكن تلعب في الملعب صفارة ولا تلعب فار يقول لك لا ألعب حكم على فكرة هو حكم دولي فار ولكن لما تسأله يقول لك لا فار لا أنا مش بحبها أنا عاوزي أبقى في الملعب لأن الفار مسؤولية والفار كمان أنت بتشتغل كبن الأيمن على حسب اللقطات اللي بتجيلك فيه اللقطات مش واضحة صحيح وبالتالي مش هتجيب الحكم فيها فأنت بتبقى مظلوم يعني كان فيه غلطات لا ما كانش فيه غلطات لقطات لقطات بص كبن الأيمن غريبة جدا البرتوكول بقول ايه والله احنا بنتكلم يا جماعة احنا في قناة الأهلي والله احنا بنتكلم للتطوير والحمد الله لو ما لك الحمد والشكر يعني احنا بنتكلم بالبرتوكول بقول لك ايه ما تجيبش الحكم إلا لما يكون عندك اللقطة واضحة جدا 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 ومقنعة مش الحكم بس للكل للمشاهدين وللعبين وكل الدنيا يبقى انا لو انا ما عندش لقطة النهاردة ما عندش لقطة ع كابتال ايمن ما يجيبش الحكم يبقاش النهاردة المخالفة مش واضحة قوي واجيب الحكم ده احنا عندنا يا كابتال ايمن حالات لو عرضناها في قناة النادي الأهلي هنا وتحسب الدد النادي الأهلي وشوفنا الحالات الواضحة اللي ما اتقاسش فيها تقرارات حالات كتيرة طبعا كتيرة جدا جدا طبعا مرح واحد يلعب كلها بدماغه للفار جابه بالضبط كده احنا عندنا حالات هنا ويمكن يعني مع الادارة الكورن شاء الله احنا نعمل حالة عن التحكيم وعن الأخطاء التحكمية بهدف التطوير تطوير أداء الحكم ولكن زي ما قلت في النهاية ما تجيبش الحكم ما عندكش راقطة واضحة ما تجيبش الحكم فيها عشان خطر ما تدخلوش في جدل او ما تضغطوش ما هو مرحل لما راجل راح مضغوط كابتن ايمن هو مضغوط وبالتالي انت جيبني وبالتالي مجرى اخد قرار طبعا عكس الدنيا دي كرة كابتن يمكن طلبناها اه الكرة كده تباني انها بالكامل بر اه اه بالكامل بر اي اي دي كتن بين اليابان واسباني شوف طبعا بحقيق طبعا على اللقطة وبحقيق طبعا على هذه اللقطة الجميلة كابتن ايمن دي الكرة ليها محيط بزبط عارف المحيط بزبط يعني بنكلم في محيط الكرة مبين 27 ل28 بوصة او 68 سنتي ل70 سنتي شوف هنا الكرة هنا حتى كرة هنا برشلونة وريال مدريق بزبط لازم كلها بكل محيطها يا كابتن ايمن تعبر سواء داخل او خريق مظبوط ده المفهوم اللي البعض يمكن مش عارفه واحنا النهاردة جبنا القانون ما هو البعض اللي بيكلم مش كعندنا مش عارف ماذا بيقولك اللي معرفش يقول عت بالزبط قالوا عت المسؤولين انبارح قالوا عت احنا النهاردة بقى ايه درنا ايه كابتن ايمن في قناة النادي الاهلي درنا التسكيف والتطوير ويعني ايه لما تكون حالة جدلية احنا جبنا جماعة القانون المادة عشرة وجبنا كمان الحالات كمان اللي بتقول اني امتى الكرة تعبر وامتى الكرة ما تعبرشوا وامتى تحتسب هدف وامتى درنا في قناة الاهلي اللي دايما دايما سباقة وبتوصل المعلومة الصحيحة الهدفة للكل سواء للجماهير اللعبين الأجهزة الفينية وقدارية والجمهور درنا هنا في قناة النادي الان احنا نصح طريق مجدي ادار تمام المباراة التاسعة اخر مباراة ادارها ايه الاهلي وامي في الجولة 16 عمل مباراة رائعة الهدفة 2 اثنين الاهلي وامي لا الاهلي كان في از ايه الاهلي وامي الاهلي فاز عمل مباراة رائعة كويس كان هو على تقنيه الفار في الماتش بتاع البلدية لو تفتكر ماتشت بالدية اتنين واحد كان هو على الفار وكان فيه لقطة المروانة عطية لو انت تبتكرها اللي هي الدهس وفيه كذا حاجة كده ولكن هو زي ما قلت لك اللي ما تسأله وقال لك أنا ما نحب شرعب فار فالنهار ده هو يلاقي في الملعب أنا متأكد إن شاء الله وعليه لكنه هيعمل المبارات كويسة إن شاء الله بإذن الله أدار تمام المبارات ودي المبارات التاسعة لي حكم دولي فار كمان عندنا بنقول إن هو من الخبرات حكم الخبرات اللي كان مفروض يبقى دولي من فترة الجيرة بأمانة يعني كمان النهاردة معها تقم تحكيم محمد عادل هو عادل نهاردة واحد من أفضل الحكام اللي بيلعبه سواء سفارة أو فار يعني حتى تتحدث فريقيا النهاردة وتتحدث دولي لم يكون فيه مباراة برة بفار هو بيبعث يجيب محمد عادل فالنهاردة ما عندنا لش مشكلة طريق مجدي ومحمد عادل عندنا على الخطوط أحمد توفي طالب حكم دولي وعندنا مصطفى حسن عندنا وقال فرحان الرابع كمان محمد عادل على الفار وشرفة عبدالله تقم تحكيم إن شاء الله بإذن الله أنا بقول هايملوا مبارك ويسا عندهم تحديات باللي حصل مبارح النهاردة مسؤولية عليهم كبيرة جدا هسدينوا مباركة معها من فضلكم تحقيق العادلة التحكمية اللي فرقين ادوا بقى مردود خلوا الشكل يبقى حلوا بقى وغيروا الشكل اللي حصل وما يتقصروش لا لا نحن برضه الخوف من التأثير يعني بالزبط لأن فيه هجوم بغرض تاني خالص يعني أحيانا بتبقى أنت مخطئ وما لكش حق بس بتهاجم علشان تقض حق مش حقك وغيرك يتدسع عليه إن شاء الله هو مش هتأثره وإن شاء الله المورة هتكون كويسة ما فيش فيها مشاكل انتعرف كابتل أيمان الناد الأهلي والعيبة الناد الأهلي والجهاز الفني والإداري على قدر كبير جدا وأعتقد بيرايحه الحكم بيساعده الحكم إن شاء الله وفيرة لحد كذلك يعني أشوف مورة كويسة النهاردة حيعمله مورة كويسة وأنا بقول وإن شاء الله بإذن الله نطلع بعد المباراة إن كان في حالات تحكمين نقدر نحن والناد الآن يكون كذبان إن شاء الله إن شاء الله على طول دي جميلتك الشهيرة إن شاء الله يا كابتل شكرا جزيلا أجابكم أخر بعض المباراة إن شاء الله بكده عزيزي المشاهدين